تحية لكم منذ أيام قليلة دخلت شمس برج الميزان تحية لجميع الميزانيين هذا البرج الهوائي المتقلب معروف بصراحته الشديدة وحسه الفني وحدسه العلي معروف أيضا بالدبلوماسية لكن أنا لا أراد لك صراحة أراه صريحا جدا هو متحدد جيد معروف بلابقته ومتحدد جيد وعنده حسن الإصغاء وحسن الإلقاء ممكن عنده القدر على إقناع الآخرين على ما أعتقد إطلال سريع الأبراج حين دخلت الشمس إلى برج الميزان أكيد الأبراج الهوائية هي الأكثر استفادة يعني برج الجوزاء والدلو الأبراج الهوائية برج الميزان برج الدلو وبرج الجوزاء يعني في القمة في الطليعة يعني أوضع جيدة جدا الدلو فقط انشغال بمرض أحد أفراد لائلة لكن سيسمع أخبار طيبة عن هذا الشخص السرطان العقرب يعني الوضع ليس جيدا خصا في الوضع المادي والمالي يعني والعملي عرقلات وصعوبات كثيرة السرطان على أقل يعني عاطفيا مشتقر يعني العقرب والحوت أيضا يعني الضرف الحالي ليس مناسبا صراحة يعني هناك مشاكل وعراقي الحوت مواجهات يعني وعفض شراكة أو انفصال يعني في العاطفة برج العضراء وضع جيد فقط المرجو غرب للتبعات الأصدقاء وربما أصدقاء أمس يصلحون أعداء الغد يعني أولاك صحيح يعني برج الجديد برج الترابي مراقب هذه الأيام يعني عليك سبوت يعني خصا من خلال مربع الفلكي المتواجد إضاءة واسبوت عليك يعني مراقب في أي شيء تفعله يعني حذاري وجوالحتياط والحذر للإشارة مولد برج الميزان على موعد على الصفر قد يأتي فجأة يعني بشكل مفاجئ ليس الكل يعني يعني هناك بشكل عام نتحدث برج التور صدمة عاطفية أو ربما استياء عاطفية يعني مع موضوع الصحة يعني وإنجاب الانتباه إلى صحتك برج الحمل موضوع قرد أو دين يعود مجددا وبرج القوس والأسد في أحسن حالاتك يعني خصوصا برج الأسد يعني في أحسن حالاتك حاليا يعني الشمس في برج الميزان برج هوائي تؤثر على الأبراج هوائية إيجابيا والأبراج النارية يعني أبراج هاوية والنارية في أحسن حالتها في هذه الفترة يعني الأبراج الأضعف هي الأبراج المائية يعني خصوصا السرطان والعقرب يعني وضع ليس جيدا مئة بمئة حتى الحوت يعني الحوت يحسم موضوعا يعني طال انتظاره يعني يحسموه لكن مع مع الصعوبات وعرقلات شكرا على الحسن الإصاء نلتقي قريبا تحت دلالة الصعوبة